تشتهر بعض المناطق التهامية في محافظة الحديدة بتربية الخيول منذ زمن بعيد وتعد مصدرا رئيسيا للخيول العربية وتحديدا في المديريات الشمالية الغربية كالمعرص والقناوس يبذل بعض أبناء اتهامة جودا كبيرا في تربية الخيول وتحديدا في القناوس والزبيد والحسينية وبعض المديرية الأخرى المجاورة ففي هذه المديريات يقوم المهتمون بتربية الخيول وتدريبها في المزارع والمنازل وهو اهتمام قديم وله تاريخ هذه الاحصينة من الاحصينة العربية الأصيلة التي أسأرها تتراوح بين المليون ونصف وهي الآن تتواجد نادران يقول المهتمون هنا أن اتهامة صارت مشهورة بتربية الخيول العربية الأصيلة وقد ارتبطت حياة الكثيرين من أبناء اتهامة بتلك الخيول التي صارت واحدة من اهتماماتهم اليومية ما يقارب ثلاث سنين ونهتم بتربية الخيول وإن شاء الله نتفاعل جاهد وجاد بتربية الخيول لأنها تعتبر الحاجة التي لها صوابق عديدة من قديم الزمان وأنا أتمنى إن شاء الله نبدو كافة الجهود تربية الخيول واهتمام أبناء اتهامة بها لا يتوقف عند حدود التدريبات والركوب فقط بل يقولون إن من ضمن اهتماماتهم المشاركة في المسابقات المحلية والخارجية وإتحت الفرصة لهم بذلك نرب الخيول في مدرية القناوس ومستئدين أننا نصاوق وننافس في أي مصابقات وأننا إن شاء الله في القادم أننا نكون فارس إن شاء الله وننافس في أي مصابقة أنا الحمد لله ندرب تدريبات جديدة إن شاء الله سوف نضم دخولنا إلى منتخبنا الوطني إن شاء الله بخيولنا هذولاء ونضم أيضا للاتحاد اليمني الفروسية والهج ويتم مشاركات إن شاء الله في بطولات قائدنا نقطة إيجابية وصورة تعكس تفاصيل حياة جميلة واهتمام فروسي جميل ليتضح أن أبناء تهامة لا يهتمون بالزراعة والبحر فقط بل يهتمون بجوانب حياتيا أخرى كاهتمامهم بالخيول وغيرها ترجمة نانسي قنقر